السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بشيوات السباعي كانت تمنى تكونوا بخير وعلى خير الفيديو دليوم غيت نحضر فيه العطريات مختلفة للحوت المروزية ديال التريد تابعوني في الفيديو باش تشوفوا طريقتي فتحضار ديالهم ده بغادي نبدو ديال التريد او المضغوصة او الرفيسة كل واحد وشنك يقول لها لابا هدي العطرية كسكون مخلطة علش انا درت هاد الفيديو بحال هكا واحد الاخت سوولاتني فاش درتها في الكرعين في الهرقماء لاتلي كاش من راس الحانوت هي هدي اللي كان ديرو في الهرقماء وكان ديرو في التريد وفي المساخن كاحب البرد هدي كان نبقى ونطيبو بها بزر ديهني عندي فيها قرفاء مخرقوم سكين جبير خوض نجال اخر فاك تكون فيها شوية كثيرة الورد القبار هادي الجوزة الرقيقة الكبابة الجوزة الرقيقة لدباب كما قلت لكم وهي المساخنة بسيبيسة هادي بسيبيسة سهي فيها الهيل تكون فيها كثير كما كتشوفو انا كان نقلبو نجبدو حيث هو العطاق يعرف لها مزيان حيث كثيرة هنا يرا كاين القرونفيل كاين النافع ورقسيد ناموسا هاديك العشبة اللولة تقولوا لها الحلوف النورة ديال الدرا هنا يلكامو الصوفي اليازير الخزامة في هادي الرقيق هي يعطيتها لكم غيب تقريب ملع الطرمي كتقول لي بغي ترس الحانوت كي جمعها هو عرفها هدا كيقولوا لها البيض الغول تيسمي وبيض الغول هادي الطرف البيض انا كان عطاكم بتقريب لانا ما نقدرش كل هانا نشرحها لكم ولكن مني كان قولوا اللي عطار بغي نعراس الحانوت هادي راس الحانوت بوحدها مشي المروضية دبا غادي من هدا هنطحنوها هادو كل اللي معهم ورقسيد ناموسا وهدا كانش اللهم بميها والكامون الصوفي وهدا من اللي غبرة كيكونوا غيف الخناشي ونخليهم يبسوا وكان نطحنوها عندنا هنا يا عود ثاني هادي دي المروضية دبا من المروضية ان شاء الله مبقى والو العيد الأضحى على الأبواب كان بغي نشريوها هاكا ونتحنوها بيت دينا ما ما يمكن ليناش ديك اللي كتكون نطحنوها ما كان عرفوش شنو فيها هدا هنا ظهر بالفل القرفة مسيبيسة باضيانة النجيمة القوزة الغليطة القوزة الرقيقة الكبابة الورد الورد تيكون فيها شوية حتى القرفة هسكن فيها شوية كثيرة الخرقوم الهيل تيكون فيها شوية كثير ما دق ليالو كل جدوين في المروضية فيها اخود نجال القرنفل جوزة الغليطة كل شي هاد هاد العطرية كلها كنطحنوها نوجدوها المروضية ويمكن لنا نطيبو بها احتى اي دجاج نطيبو بها بسطيلة غير هي هادي لا بغينا نطيبو بها الدجاج ولا بسطيلة كنديرو غير شوية هنا عندي الورد وبسيبيسة غير جوش صافي من زيتش عليهم هادو كنبغوهم في الطياب اللي كيكون مقعد حالي تنقلوه بالضغميرة يدارو في بسطيلة يدارو في الدجاج يدارو في النصيب الحلو ومقعد هادو جوش صافي ما كان زيتش عليهم كيجو رائعين في الطياب نبقالي غنطحن هاد العطريات بجوج دبها هادي كما قلت لكم اللي كتجي في الطياب الضغميرة كان حيدو دوك العويدات ديال الورد ما كان نطحنوش بهم كان حيدوهم كان خليو غير الوراق وذاك القليب ديال هادو الداخل صافي من العويدات كي تقلعو منها باش جينا مصقيا ما فيهاش هاد العويد ما عندنا لاش ما فيهم بتحاجة سوم يتحيدو هاو ما كمشتو وريت لكم غي واحد الكيمياء قليلة عندي انا كتيرة هاو مطحن تون بجوج لديها اللي مروضية ولا اللي فيها الوردو وبسي بيسا وما كمشتوهم راس الحانو تليد ويتعليها اللي ولا ما غاداش نطحنها لانا كنستعملوها في البرد بزاف دبها هاد الوقت ما عندي علاش نطحنها حتى نبغيها ان شاء الله ما دين بغي نطحنها غاد انطيب بها تريد ولا بورماش ولا شي حاجاتي لبرد لانا هي كنتستعملوها في البرد بزاف اش كن سخنو هادو دبا هما اللي غادين استعملو في هاد العيد ان شاء الله المروضية كتبغي هاد العطرية ومن الاحسن يشير هالواحد هكا ويطحنها ليدو كي تكون حسن غادين صوب العطرية ديال الحوت هاد القيمرون غادين ديرون نشوفوا هوا اللي علاش كان نعتمدو في هاد العطرية بسر غادين ديرون ينشوف الفران نيبسو كي مشتو فرشت لي ورق الطيب في الطاوة وغطيتو حيث هو شوية الريحة ديالو ملي كي يكون كي يتنشف الفران كيدير واحد البوخار كنغطيها باش ما كيديرش لي الريحة في الفران وحتى الطاوة كنفرش لها هاد الكاغيت كي يكون حسن باش ملي نغسلها ما تبقاش فيها الريحة نتعوه هكا كنبغين نيبسو هكا هوا دا بخرجتو من الفران كما كتشوفو يبس كنخليه واحد خمسة دقيقة تلع عشرة دقيقة في الفران كنكون طيب شي حاجا وكندخلو فيه سخون وكنخليه ما كان ما كان زيتش على عادة خمسة دقيقة تلع عشرة كنقلبو ملي كنبقى نشوف كنخرجو كنخليش عودة تحمار ولا غير كنشوفو من الماء باش كنبقوا محتفظين بذك الماطاق ديالو ديك الريحة ديال الكروفيت هاد هاد الشي هاد را كانحتاجو بزاف بس طيلة دلحوت في الطيب دلحوت كلو تسر ديالي لابغين نديروه مرقا نديروه فيه ودبا يابس دبا ما بقى الياغين نتحنو شوف فيه يابس هادك الطريقة باش باش كان يبسو في الكاغيتو نغطيوه ومنع طلوش الفرانة كي يبقى محسب بكل شي ديالو تيجي فيه الماطاق زوين دبا غدين نتحنو وما تنسونيش بلي لايك ولي عاد تكتاش في القناة يدير معايا اشتركوا فيه على الجرس باش يبصلو الجديد وكان اشكر لي كيتابعوني في القناة شي هوات السبعي كي نشكرون بزف اه على التسعليقات ديالهم الزوينة وعلى المتابعة لو بغدين نتحنو نتحنو نديروه مصحوق منيت واش كي يجينا في الغبرة زيان اللي كان بغون نديروه في شي حاجك يكون بغون زيان مصفى مرات سنكمل هاد الكيمياء اللي عندي في الطحين وادا بعدها سننزيد لي الطحين باقي ما مبغونش اه وادا باطحنتو كيش تزوره مصحوق كنغرب له كيش تدقى شي حاجة شي غربة لرقيق ولا شي صفايا دو كل اللي ولينا نخدمه بهم بزا في الكوزينة حتى وما كينفعونا بحلال الشي قليل كنغرب له فيهم هاد العطريات يما قلت لكم ديال الحوت صرها مزيانة انا عندي الفطر تحل القصبور اليابس القصبور الحبوب البزار البيض ورق سموسة ووراق الغار الخرقوم سكينجبير سموسة الداخل الع South just لا الوكس المنزد باقاط المنزا العادية المنزا الصينية يقعد ox الصين يا كتجي فيهم زوينا ولكن انا در صغيرة هاد لدي انا هنا التومة مطحونة اه را غادي ان شاء الله ندير واحد الفيديو قريبا تمة لي بسمة مطحونة غادي نديروا القناة هذا القياس اللي اللي غادي نزيد نسمع علقة كبيرة كي ما شتونا را مادرتش الكامون في هاد العطرية حتى كان بغيش ساعة بساعة توعد كنزيدو ما كان بغيش يبقى مطول مطحون مع هاد العطرية كان بغي نديرو هو كان كان مطحنوه كل مرة ما هاد العطرية كدوز لنا واحد المود داخل الله الكامون حتى كان بغي عاد كنزيدو لانزد شوية ديال خيمرون فيها جيتني شوية ما ما ديراش القياس هديك المعلقة كي ما شتو دبما بقاليا ان شاء الله غي نعمرها بشي قرعة كنا نحتفظو بيهم فقراعين تعجج بش يتبقى لين الريحة ديالهم من زيانة ما كتتدعش منهم الريحة ما كي انا غادي نديرها فات القرعة هدي آآ كي ما قلت لكم را هادي قال لي بغينا نديرو الطياب ديالفوت حتى الشربة نديروها فيها كندير واحد شوية كي يستميل هنا بحالي لا كنقولو هاد الكروفيت كي يزيد لها بحالي كنديرو ديالفوت نسي معي لا يدرنا هاد هاديو كي يعطينا الماضاق العطريات زوينة باش تصوبوها في الدار كنا نعرفوش دايرين فيها كتب على عطريات الحوث على الاشكال ولكن ها كان صوبوها روسنا انا كان نظن حسن هاي يا دابا ديك الملحة غار وريك نزيدوها فيه بش تتتصبرها بتخليها شتف دولا تدير شي حاجة في القرعة ولا بحالة مصبرينها بديك الملحة وكنت منكم تجربو هاد اه الطريات اللي وريت لكم را كي يجيوا رائعين وزوينين وكي يكونوا معنا في الدار ما كانش روهمش واجدين ولا فيديو مقبل ان شاء الله بصحة والراحة